شهدت محافظة الفيوم وضع حجر الأساس لأكبر مغزن استراتيجي للسلع الغذائية في المحافظة بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه وتعتبر محافظة الفيوم المحافظة الثالثة التي تم وضع حجر الأساس للمستودع الاستراتيجي للسلع الغذائية بها وذلك بالحي المتميز بمنطقة ديمو على مساحة 14 في الدانا والذي سيخدم محافظات شمال الصعيد بهدف تأمين احتياجات المواطنين من السلع واستخدامها لفترات طويلة تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح سيسي بدرورة تأمين مخزن استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام اشتركوا في القناة